موسيقى من وقت وإحنا بنلعب في الدوري وقبل ما نحسم لقب الدوري الـ 42 والنادي الأهلي باصص لقدام باصص للمغرب باصص للبطولة المهمة جدا في تاريخه السنة دي والحقيقة من بدري جدا من وقت كبير جدا والنادي الأهلي بيفكر في كل سبل الراحة اللي بيمنحها أو بيفكر يمنحها للعيبة ولبعثة النادي الأهلي علشان يحققوا البطولة الغالية علينا كلنا زي ما كنا بنتكلم في البداية النهاردة معنا واحد من اللي نجحوا في تحقيق طفرة كبيرة طفرة كبيرة في شركة اير كايرو خلال فترة قصيرة جدا علشان تستحوذ النهاردة الشركة دي على حصة أكبر بنتكلم حصة كبيرة من سوق الطيران في مصر النهاردة الشركة دي باتت من الشركات الوطنية الكبيرة جدا والقديرة جدا في مجال الطيران المدني ويمكن بتقل الركاب من داخل مصر كمان النهاردة معنا الأستاذ حسين شريف رئيس شركة اير كايرو والمسؤولة عن بعتة النادي الأهلي وطائرة الخاصة اللي هتقل بعتة ان شاء الله النادي الأهلي للمغرب لملاقات الوداد المغربي يوم السبت الجاي ادعو نكسا براحب بيك أستاذ حسين أهلا وسهلا بحضر رأيك شركة جبيرة زي ما قولنا شركة وطنية النهاردة بتقدم خدمتها لنقل بعثة النادي الأهلي مش بس عشان تنقل من هنا لحد المغرب احنا بنتكلم في إجراءات يمكننا بنتكلم تحت الهوى عن إجراءات وقائية بيتم اتخاذها الأول مرة أنا ما سافرتش في أيام الكورونا ولا بعد الكورونا ازاي موضوع التباعد الاجتماعي في الأول بيتم بشكل عام شركة اير كايرو بتعمل ايه داخل الطيارة أستاذ حسين احنا الحقيقة مهتمين جدا بموضوع الصحة داخل الطائرة ومهتمين كمان بصحة ركابنا عموما سواء اللي بيستقلوا الطائرة أو اللي بيغادروا الطائرة فاحنا إجراءاتنا بتتلخص في حاجتين مهمين جدا احنا بنعمل للطيارة اللي احنا بنسميها التطهير والتعقيم وكمان بندي الركاب بنسميها هيلثكيت أو مجموعة من الأدوات عبر عن جوانتي وماسكس وكمامات وغطاء رأس وجل الإيدين وبنتيح نفس الكميات على الطائرة مع الطاقم الطائر بحيث ان الركاب يبقى أثناء التباعد اللي احنا بنعمله للركاب ايه نحتاجنا ان احنا نعمله في نفس الوقت مدين فرصة للراكب انه حتى لو ما حصلش فكرة التباعد دي هو كمان محمي خدنا بنى جدا وانحنا بنعمل التباعد انه لما بنعمل السيرفيسينج أو الخدمة على الطائرة اللي احنا بنقدمها ناخد بنى جدا انه الراكب اللي بيأكل اللي جمعه بيأكل اللي بيأكل في الطائرة اللي جمعه بيأكل ليه لانه واحد هيبقى لابس الكمامة وهم يبقاش اللي اتنين من غير الكمامة دي جديدة دي اه فاخدنا بنى من الحاجات الصغيرة دي وبالتالي مع الاجراءات التعقيم والتطهير اللي احنا بنعملها للطائرة والاجراءات اللي بنعملها مع الركاب اعتقد الحمد لله ان احنا طائراتنا الحمد لله امينة تماما وده كان مسهل لنا جدا التعامل مع الدولة والحمد لله طائرتنا وطريقتنا في التعامل مع ازمة الكورونا والتباعد والتطهير والتعقيم سهلت كتير على الركاب وعلى الدولة في الاستخدام عايزة اتكلم في ده بالتفصيل لانه مهم جدا زي ما حضرتك قلت انه ملف الصحة ده يعني مسئولية كبيرة جدا ومهمة جدا بس الاول قبل بقى ما ندخل لانه فيه كمان فرق بين التعقيم والتطهير صحيح ودي اجراءات كبيرة جدا بيتم اتخاذها ودي كمان لها اجراءات كتيرة جدا وحرزية جدا كبيرة جدا بيتم اتخاذها الاول نعرف للي ما يعرفش شركة اير كايرو شركة وطنية بقالها 17 سنة النهاردة ليه خطرت انه هي تتعاون مع النادي الاهلي اعتقد انه شرف لاي ناقل جوي انه ينقل الفرق المصري عموما وبذات لما تبقى فريق بحجم النادي الاهلي احنا نتكلم عن نادي القرن فشرف كبير انه 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 نشارك في ده واحنا الحقيقة كنا بنسعى لده بقالنا شهرين شهرين انه نسعى انه احنا نفوز خلينا نسميها كده بان احنا ننقل النادي الاهلي حلوة كلمة دي ربنا يخذي فوقع الامر انه نجحنا الحمد لله ان احنا نفوز بالهزير الجائزة وبقالنا تلات ايام بنعد العدة لاستقبال بعثة النادي الاهلي ان شاء الله بكرة على طيارتنا يعني كل فريق العمل في اير كايرو بقاله تلات ايام بيجهز الطيارة بشكل او باخر يعني في اجراءات الصحية فريق الشركة فريق الشركة بزر بيجهز بقاله تلات ايام ده حقيق عشان يقل بعثة النادي الاهلي زي ما حضراتكم كده شايفين في الصور اللي بنعرضها دلوقتي طبعا دي صور حصرية عندنا ده فريق التعقيم والتطهير اللي حضرتك يمكن بدأت بيه الحديث اللي بدأنا بيه كلامنا ده صحيح بقى لهم تلات ايام بيعملوا الشغل دا تلات ايام تلات ايام بناخد اجراءات في الطيارة دي ايه ده تطهير للطيارة تطهير ده تطهير للطيارة بعد ما اخدنا اجراءات التعقيم احنا الوقت بنطهر الطيارة مش بس بنطهر الكابينة احنا كمان بنطهر الاماكن اللي هيكون فيها الحقائب اللعيبة والجهاز الاداري فالاجراءات دي اجراءات فعلا بتاخد وقت لكن اجراءات غاية في الاهمية تمام ومن هنا ومن وقع حرصنا ده احنا الحقيقة كنا حرسين ان العيبة النادي الاهلي يوصلوا هم في حالة صحية وبدنية ونفسية رايح برحلة رايح يلعب مرتاحة لا تشبها اي شيء بقى انا عايزة الصورة دي معلش برجاوي اخر واحدة اللي فيها الطفلين دول او الصورة دي مش عارفة بص اللي احنا كنا بنتكلم مع ده مع عصاص حسين قبل ما نطلع وبنتكلم حتى على انه فرش الطائرة جلد وده مقصود صحيح ليه مقصود برضو عشان نشرح للناس وتفهم جلد غير مسامي وبالتالي الفرش اللي تحت الجلب او الوسادة اللي تحت الجلب ما بيوصلهاش اي نوع من انواع البكتيريا وبالتالي بيسهل عملية التطهير والتقييم دول كانوا طفل وطفلة اخين مسافرين معنا على رحلة من رحلاتنا واحنا كنا حارسين جدا انهم يبقوا لابسين الماسكس بس طبعا الطفل كان شقي شوي على الطيارة وكان جنبه مضيفة متخصصة في التعامل مع الاطفال وده كمان من ضمن الحاجات اللي احنا خدنا بنا منها انه احنا الحمد لله عندنا قدر عالي من الخبرة في التعامل مع الاحداث الكبرى من ضمن الاحداث الكبرى ان احنا نقل فريق بحجم من النادي الاهلي على طائرات ايركايرو الخبرة دي ان شاء الله فريق النادي الاهلي عيشوفها بكرة على الطيارة من الطاقم الطائر سواء من الطيارين الطيار والمساعد وكمان طاقم الضيافة اللي موجود الحقيقة الفريق العمل كله عنده من الخبرات واحنا كمان انتقينا مجموعة من الزملاء ان هما يقوموا بهذه المهمة مهمة ايه التصوير مهمة ان هما يبقوا على الطيارة مع النادي الاهلي دول نسبة لنا مهمة انا بكلم على طاقم الطائرة اللي هو من الطيارين والضيافة دول بنسبة لنا بهم اللي دول بيمثلونا فحنا انتقينا المجموعة منهم وان كان كل العاملين الحقيقة في ايركايرو منتقين وعارفين هما بيعملوا ايه عندهم من الخبرات فحنا انتقينا مجموعة تمثلنا كلنا في ايركايرو انها هتكون في شرف استقبال النادي الاهلي مجلس الادارة واللعابين وان شاء الله ربنا يرجحهم بالسلامة فائزين وغانمين ان شاء الله فيه برضو يعني طريق كده للتوسع في قرة افراقيا صحيح؟ اذا حضرتك برضو تكلمني عنه لانه النهاردة فيه خطوط جديدة للشركة صحيح زي ايه؟ ايه احدث خطوط الطيران؟ الحقيقة احنا احنا بنحاول الاول نستعيد اللي كان موجود بعد ازمة الكورونا بنحاول نستعيد الحركة تاني بالذات الحركة السياحية ترجع تاني مصر زي ما كانت موجودة واقع الامر انه بنحاول كمان ما نقفش عند اللي كان موجود افريقيا بالنسبة لنا مهمة واعتقد كل العالم عارف ان افريقيا من المناطق اللي احنا بنسميها مانجم سوق سوق كبير سوق غاية في الاهمية فاحنا ان شاء الله في خطاتنا بنفكر في وجدوجو ونيامي وكوناكري ودكار كل دول في افريقيا كل دول في الافريقيا في الصحراء الافريقية او في الصحراء الكبرى في معادة يمكن كوناكري ودكار ودول مجموعة من الدول اللي احنا ان شاء الله على خطتنا القريبة جدا ان احنا نشتغلها ان شاء الله اخر الشهر ده هنبتدي رحلاتنا لوسط اسيا كمان لأوزباكستان فده كمان من ضمن المخططات واول ده اول واحد من الخطوط الجديدة تشقند نحنا نفتحها ان شاء الله ونشتغلها ان شاء الله من شرم الشيخ وعلى نص السنة الجاية ان شاء الله في ابريل هنبتدي للقاهرة كمان من تشقند للقاهرة ان شاء الله الصور اللي احنا كنا بنشوفها من شوية دي صور حديثة لان طبعا كلهم لابسين الكمامات صحيح احنا عايزين بس لو برضو برجي بجيبها لنا النهاردة لما بنتكلم عن شركة وطنية كبيرة بحجم اير كايرو بنتكلم عن ان هي ممكن ان شاء الله تكون حتى في المستقبل التصوير ده امتاز سوس حسيني لو التصوير ده كان مجموعة من العليقين وهم رجعين من الخارج من الكويت لا دول كان رجعين من واحدة من الدول الاوروبية تو كان ليكوا قصة مع الكويت اول مجاج جائحة الكورونا والدنيا يعني كان ليكوا اه كان لنا اعداد كتير الحقيقة جاية من المصريين اللي عالقين في الكويت وكنا بننزل ساعتها في مطار مارس عالم يقضوا فترة عزل 14 يوم وكان الاعداد كبيرة كبيرة جدا اه وكان فيه للأسف كان فيه مجموعة من الاخوة المصريين كانوا مصابين لكن الحمد لله اعتقد ان كلهم تعافوا الحمد لله قدرتوا تتعاملوا معهم وطبعا كنا بنتعامل مع الموضوع بغاية من الحرص الحمد لله واحنا نعتبر من الشركات اللي كانت رائدة في التعامل في موضوع كورونا والاجراءات الصحية اللي كنا بناخدها على الطيارة ومع الركاب كنا فعلا رواد فيها في عزل اجراءات اللي انا عايز اتكلم فيه انه النهاردة بعد كارثة كورونا دي ان شاء الله ما تنتهي على خير اللي احنا مش عارفين توقيتها الحقيقة ان يكون فيه عروض انا معرفش بك تفكروا في ده ولا لا ان يكون فيه عروض خاصة لجمهرة النادي الاهلي زي قبل كورونا كنا بنتكلم عن نقل مثلا جمهور النادي الاهلي من مكان لمكان لتشجيع النادي مع الحجز الفندق مثلا حتى لو لليلة بتفكروا في ده احنا حقيقة كنا يمكن بنتكلم مع الادارة في ادارة القناة هنا هو انه احنا عاوزين نبتعد نعمل حاجات مجموعة من من التشجيع لجمهور النادي الاهلي على طيارات اير كايرو وان شاء الله نصل لحاجة كويسة بإذن الله اعتقد في قدون الاسبوعين ثلاثة الجايين هنوصل لحاجة كويسة جدا ان شاء الله ان شاء الله طب وده برضو هيخدني على المستقبل النهاردة الشاركة دي شاركة اير كايرو كبيرة دي ممكن تكون في طريقها ان هي ترى على النادي الاهلي والله شاركة الراعية لنادي الاهلي هي دي امنية طبعا هتتحقق امت ما اعتقدش ان دي حاجة احنا ما نسعلهاش احنا ممكن نبتدي نقعد مع الادارة في النادي الاهلي وطبعا هم لا يقلوا وطنية عننا اعتقد ان احنا هنعرف نص الاتفاق جيد جدا سواء في شكل الرعاية او في شكل اي اتفاق هم شايفين احنا جاهزين احنا حبين احنا حبين وجاهزين انها تكون الناقل الرسمي لبعثة النادي الاهلي في اي مكان شرف لاي ناقل جوي انه يكون مرتبط بالنادي الاهلي ان شاء الله بكرة ببعثتنا هتسافر الساعة الثلاثة ان شاء الله الطيارة الطير الثلاثة ان شاء الله يكونوا موجودين على واحدة واحدة ونص ان شاء الله يكونوا في المطار بإذن الله العدد ما هواش كبير وحنا هنطلع من صالة خاصة مخصصة للعيبة الاهلي وفريق النادي الاهلي وان شاء الله الموضوع مش هياخد اكتر بس اجراءكم كتير نص ساعة اي ده الاجراءات اللي عاملنا عشان التباعد واجراءات الجوازات الموضوع ما بيخدش وقت كتير بس للإحتياط عشان ما نبقى على الطيارة ونطلع ان شاء الله في معادنا بإذن الله بيضيف لشركة اير كايرو اي ان هي تتعامل مع مؤسسة او كيان بحجم النادي الاهلي بن جور السعيد يسحط فالنادي الاهلي بيسعد جاماهيرو وبيسعدنا كلنا يسعدنا كلنا كمصريين واحنا كمان نحب ان احنا نجاور السعيد ونسعد مع كل المصريين احنا كمان فمن جهة الاضافات لا اعتقد التعاون والتفاعل بيننا وبين النادي الاهلي اعتقد يكون له مردود كويس جدا على اير كايرو ويثبت اقدام اير كايرو في سوق الاحداث الرياضية احنا لأول مرة بنخش باير كايرو في الاحداث الرياضية نشاط الرياضي لأول مرة نخش في هذا المعترك وان شاء الله نبقى على المستوى لماذا في التوقيت هذا؟ الحقيقة التوقيت هذا هو التوقيت الامسل اللي احنا كان لازم نخش فيه اولا حركة السفر في العالم ما هيش بالقوة اللي الناس عارفها احنا عندنا من الامكانيات ان احنا نقدم هذه الخدمة لحدث كويس زي بطولة افريقيا وفي مهمة وطنية المشاركة في حاجة زي دي اعتقد كان ده وقتها المزبوط احنا عندنا الامكانية والحدث موجود وان شاء الله الامور تنفتح فعاوزين نقول للناس احنا نستطيع ونستطيع مع النادي الاهلي وزي ما حكيت لحضرتك عنوان كبير ان اير كايرو تبقى بتنقل النادي الاهلي تمام بكرة افتكرة هيكون فيه كواليس خاصة من وقت وصول بعثة النادي الاهلي للمطار هيكون فيه تصوير وكواليس خاصة جدا بتتابع خطوات الفريق بتاعنا كله جهاز فني اداريين لعيبة كل الناس اللي هتطلع بإذن الله للمغرب ويكون فيه كواليس حصرية جدا من وقت وصولهم لباب المطار لحد بإذن الله المغرب لحد يوم السبت بإذن الله كل ده هيكون متصور وهيتعرض هنا في قناة النادي الاهلي من وعدكم بدأ عايزة برضو حضرتك ارجع لجمهور جمهور النادي الاهلي العروض اللي احنا هنقدمها للجماهير هتكون في فترة قليلة جدا يعني قرابي جدا 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 إن شاء الله الاهلي يرجع كسبان إن شاء الله تمام يا رب إن شاء الله وأعتقد أنه المكسب بيجر مكسب ويجر بطولات إن شاء الله وإحنا مع النادي الأهلي ومع جماهير النادي الأهلي أول ما النادي الأهلي يسافر احنا معاه ومع جماهير وهنلقلهم وهنقدم عروض ان شاء الله كويساء. بإذن الله. متفقلين. ان شاء الله. ويكونوا الشيء حلوة على النادي الأهل. النهاردة لسه برضو نتكلم عن في ظروف خاصة جدا. يعني زي ما قلتلكم أنا واحدة من الناس. أنا ما حضرتش سفر خالص. أنا جيت الكورونا دخل. يعني المطارات حركة المطارات اتقفلت. فعايزين نتكلم بشكل عام عن اللي الشركة بتقوم به في فترة الجائحة. طبعا كانت خطوط الطيران مقفولة جدا. صحيح. كانت البلد كلها متوقفة. حركة الطيران تقريبا كانت متوقفة. بس النهاردة فيه مستقبل وفيه مستقبل للشركة الوطنية دي. شركة الطيران دي. صحيح. كلمنا عن مستقبل الشركة واهدفها في المرحلة اللي جاية. أستاذ حسين. شوف يا حضرتك. احنا بناء كبر. ومش ينفع ان احنا نسيب نفسنا. جتلنا جائحة كورونا. ف يعني. نعد. نعد. خلاص. وجائحة. لا احنا فكرنا بشكل إيجابي أكتر من كده شوية. فكرنا ان احنا نستغل الجائحة دي. فان احنا نعيد النظر فيه. ونعيد ترتيب أوراقنا. جوه الشركة. وكمان نعيد تخطيط شبكة خطوطنا. ونعيد التعاقدات بتاعت الطائرات. الحقيقة فريق العمل جوه. اير كايرو. نجح. نجحت كتير. في. عدنا نزاكر. نشتغل أن يخطوط. ده فترة التوقف. فترة التوقف. والناس كلها قاعدة في البيت. ده صحيح. احنا كمان دورنا على طرق أخرى. علشان احنا من الشركات الأوليلة جدا. اللي في العالم. اللي لم تتلقى دعم من حكوماتها. احنا فكرنا برس صندوق. زي ما بيقولوا. نقلنا العلقين الأجانب إلى بلادهم. يعني أخذنا العلقين من بعض من دول أفريقيا. الأجانب وقدناهم بلادهم في أوروبا. وعالقين من بعض من دول أفريقيا وقدناهم في أسيا الوسطى. ووقت الجائحة. ووقت الجائحة. بالإضافة طبعا لنقل العلقين المصريين. وده كان هدفنا الرئيسي. فإحنا ما سيبناش الأمور. فقدنا نبحث عن مصادر للدخل. وفي نفس الوقت بنعيد تقييم أمورنا من الداخل. ونجحنا في عادة تشكيل تعقداتنا في شأن الطائرات. إيه أبرز النجاحات في ملف التعقدات؟. الحقيقة إحنا بنزود أسطول إير كايرو بثلاث طائرات. هينضموا للشركة في الفترة جاية. في الأسبوع الأولاني من نوفمبر. إن شاء الله تنضم أول طائرة. إن شاء الله. في مارس تنضم الطائرة الثانية. في نوفمبر 2021 تنضم الطائرة الثالثة. وبنتفاوض حاليا على طائرتين. ينضمون في شهر أربعة طائرات نيو. طائرات من أحدى اسماء يمكن. اسماء إيه؟. أربز تلتمائة عشرين نيو. دي أحدى الطائرات؟. دي أحدى الطائرات موجودة في سوق النقل الجوي حاليا. في العالم؟. أه ده حقيقا. فالطائرات دي هتنضم منها إن شاء الله. هنبتدي خطة بقى بعد كده لإحلال الأسطول القديم بطائرات جديدة. إن شاء الله على عشرين تلاتة عشرين. يبقى إير كايرو عندها تسعتاشر طائرة. وفي نفس الوقت بنتعاون مع الشركة الأم مع مصر الطائران. نحن بناخد من مصر طائران طائرات. ولسه لأنها شركة تابعة مصر للطائران. نحن من شركات المملوكة لمصر طائران. دي حيال. وبناخد منها من مصر طائران طائرات. ومؤخرا عملنا اتفاق بيننا وبين مصر طائران. أعتقد انتفاق مميز جدا. هيخدم جمهور المسافرين اتفاق مشاركة بالرمز بين إير كايرو ومصر طائران. هيتيح للراكب اللي في مناطق كتير من العالم أنه يجي مع مصر طائران ويرجع مع إير كايرو. أو أو العكس. أو يجي الصبح مع مصر طائران ويرجع بعد الظهر مع إير كايرو. الناس اللي بتيجي لسياحة اليوم الواحد. أو واحد جاي يخلص رايح مسافر يخلص مهمة في بلد ما ومش محتاجة أكتر من يوم أو يومين. فينفع يسافر مع مصر طائران ويرجع معايا. أو يسافر معايا ويرجع مع مصر طائران. هي إير كايرو بتسافر رحلة واحدة؟ لا. إحنا مثلا لو هنفترض أن إحنا ما نشتغل ما بين إسكندرية وجدة. إحنا عندنا من إسكندرية خمس رحلات في الأسبوع. ومصر طائران عندها خمس رحلات في الأسبوع. ما بين إسكندرية وجدة. يعني فيه ثلاثة يام في الأسبوع هنلتقي فيهم برحلتنا. فينفع الراكب يسافر الصبح مع طائرة مصر طائران ويرجع بالليل مع طائرة إير كايرو. أو يسافر بالليل مع طائرة إير كايرو ويرجع التاني يوم مصر للطيران فكل دي بتدي اختيارات أكتر للركاب وبتسهل حركة الصفر وهو ده اللي احنا عايزينه احنا عايزينه الركب يسافر وما يحسش انه مزنوء يسافر ويعرف انه دايما فيه بدايل عنده وقت عنده وقت وعنده بدايل ويعرف يستثمر وقته في الوجهة اللي هو رايحها بأحسن حال وعنده بدايل احنا الهدفنا من هذا الاتفاق ان احنا ندي الركاب مجموعة من البدايل الكتير اللي ما كانتش متاحة قبل كده سواء للركب المصري او الركب العربي او الركب الاوروبي احنا بنعمل نفس الاجراء في المدن السياحية في الغرداء وفي شارم الشيخ وفي لقصر كمان هذا الاتفاق المشاركة بالنصر ساري على الخطوط الداخلية للمصد اللي هو من مثلا من القاهرة لشارم الشيخ من القاهرة للقصر او لقصر للقاهرة ده صحيح فينفع الركب يجي من السائح ينفع يجي من من ميلانو مثلا الى شارم الشيخ عن رحلة مباشرة ويرجع عن طريق القاهرة عاوز يقعد 3 ايام عاوز يقعد 10 ايام عاوز يقعد 4 ايام بقى البدائل بقت اكتر ده يشجع كتير حركة السفر من مصر والى مصر وكمان عبر مصر لان احنا بدأنا نخلق بدايل لحركة العبور حركة الترانزيت نخلق بدايل الركب بقى قدامه يجي من منطقة العربية وعاوز يوح اوروبا بقى قدامه بديل مصر التهيران وبديل ايرتايرو وهكذا ده دور مهمة ابي كمان لفكرة تنشيط السياح ده صحيح اه احنا منتكلم النهاردة عن بحث او خلق فرص ازاي بندخل موارد ازاي بالسياحة اللي كانت الفترة اللي فاتت وكرونا كمان جت كملت على الدنيا ده صحيح ده ادى فرصة هيلة للسائح انه يصل مصر بسهولة ما بقاش عنده فكرة انه لازم ييجي مصر يوم السبت ويرجع بلد ويوم السبت لا ينفع ييجي يوم السبت ويرجع يوم الثلاث اه او الثلاث ده سهل الدنيا وخاصة انه مصر جاذبة بمعنى كلمة جاذبة وكتير قوي من العالم يحب يزورها بس هو قد يستصعب انه يعود اسبوع او قد يكون عاوز يعود اكتر ده حقيقة اه طبعا فده احنا سهلناه بحيث انه نسرع بعودة عجلة السياحة لمناطق الجاذب السياحي في مصر وفيه كمان النهاردة حتى بسمعه قوي في الفترة الاخيرة دي فكرة نشأول السياحة الطبية يعني بس فيه كتير جدا بيبقى عايز ييجي مصر فكرة انه يخلص العلاج او او حاجز مع دكتور هنا وعايز يسفر بسرعة وده بشوفه بقى كتير جدا الايام دي وجائحة كورونا يمكن علاقت الموضوع ده كتير يعني انا عرف ناس كتير قوي موضوع ان انا جاي في مهمة زيارة طبية انا جاي حاجز مع دكتور مصر ولازم ارجع بسرعة جدا ده صحيح فيمكن حضرتك الكلام اللي بتتكلم عنه ده او فيه ده عن اير كايرو او التسهيلات دي المرونة دي ممكن تسهل النهاردة على اللي مش بسر راكب اللي جاي يزور مصر عشان السياح عشان يتفسح لا ممكن يبقى في مهمة قصيرة جدا حضرتك هتشوفوا بع هذا الاتفاق انه الركاب جاي من افريقيا زي ما حضرتك اتفضلتي الركاب جاي من افريقيا تتعالج هيبقى يعرف هيعرف يقابل الطبيب المعالج بتاعه والتاني يوم يمشي نفس القصة بالنسبة واحنا كمان احنا كم مليون برا مصر لا احنا كتير الكويت وفي كتير ملايين ده صحيح الناس بتيجي بتحجز هنا مخصوص علشان تنزل تتعالج احنا لاحظ ده مسلا انه في بعض من الاخوة من المنطقة العربية بيجي يعمل عمليات الليزك النظر يروح المنصورة وبيروح المنصور تصحيح النظر معروفين في الموضوع ده تصحيح النظر ويجوا بيبقوا جايين يوم او يومين وبعاوز يرجع لانه عنده اعماله حصل والله فالنوع ده من الاتفاقات هيسهل كتير جدا على هيسهل كتير حركة الصفر الى مصر وكمان هيسهل حركة الصفر ان شاء الله من مصر كمان كل ده بيفتح يعني يمكن او بينشط كمان الحركة الاقتصادية ويمكن النهاردة واحنا بنتكلم عن الشركة شركة اير كايرو تعاونها مع النادي الاهلي تحديدا ده اكيد برضو يعني مورد اقتصادي مهم جدا للشركة الوطنية شو فيه صحيح حد ده كلام حدك بزبوط التعاون تعاون مع كانكي بيزا اي طبعا اللي انا عاوز اقوله حضرتك كمان انه احنا وإحنا بنشتغل للمطارات المصرية احنا بيشتغل جنبنا خدمات اخرى مساعدة بيشتغل جنبنا تاكسي وبشتغل جنبنا مطعم وبشتغل جنبنا طبعا فكل ده بيضيف الى الاقتصاد المصري واحنا كل اللي عملناه في مشروعنا المحالي ده هو مع النادي العالي يعني حطينا ادينا في ادين كهان كبير اعتقد ان شاء الله الاقتصاد المصري يستفيد من هذا الاتفاق بإذن الله في الفترة الجاية كلنا متفقلين بإذن الله ويرجعوا فائزين بإذن الله طبعا الكلام كتير جدا فيما يخص برضو الاجراءات الوقائية اللي احنا يمكن بدأنا به الكلام مع الاستاذ حسين لانه افتكر ده برضو اللي يهم النادي الاهلي ويهمنا احنا كجمهور ويهم اكيد حضراتكم في المقام الاول فكنت بقول لحضرتك حتى لما بدأنا كلام انه اجراءات التطهير غير اجراءات التعقيم صحيح وحاجات كبيرة جدا وكلام كبير جدا في الملف ده اولا لو اتكلمنا عن التطهير اللي بيتم دخل الطائرة هو ده بياخد كذا يوم ولا بياخد كذا ساعة لا التعقيم بياخد حوالي 8 ساعات الايه التعقيم اه لان احنا بنعقم الطائرة ونقفلها اه فده بياخد 8 ساعات على الاقل اما اجراءات التطهير فاحنا معلش انا اسف ممنوع حد يدخل الطائرة وانتعقمها لا خالص بتتقفل لمدة قد ايه على الاقل 8 ساعات 8 ساعات وبعدين بيجي التطهير وبعد كده يجي التطهير ده بنعدي بمطهرات على كل سطح على الطائرة يعني على المقاعد على الترابيزات بتاعت الركاب لان احيانا الركاب بتروح فتحة الترابيزة ويحط ايده عليها فابسط حاجة نجم يلاقي الترابيزة نظيفة او مطهرة كمان ال ال الاماكن اللي بنحط فيها الشنط فوق الشنط الهاندباج او الشنط الصغيرة طبعا فيها لها اجراءات طبعا طبعا عايزين نشوفها هاتم برجابي يا رضان كمان بطن الطائرة اللي بتخش فيه الحقائب الكبيرة لازم تتطهر لانه جسمه قد يكون فيه حقيبة مصابة بجاية من راكب مصاب فبنتطهر وبنتطهر بشدة وبناخد الاجراء زي ما يقوله كده ايه زي ما كتاب بيقول تمام لانه في السلامة والصحة مفيش مهدنة ولا اي نوع انواع التنازل تخسروا الطائرة من بره صحيحة طبعا تخسروا يعني ايه لا لها 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 بتطهروها ولا بتتغسل ولا بتتغسل بتتغسل بمواد مخصصة لغسيل الطائرات ده استحداثي يا أستاذ حسين يعني ده استحداثي بجيء فكرة غسيل الطائرة من برد دي عشان بردو كورونا يعني ولا ايه لا واقع الأمر فكرة غسيل الطائرة ما بعد كورونا كترت شوية يعني احنا كنا بنغسلها كل فترة معينة عارفينها لكن الفترة الأخيرة كنا بنهتم جدا ان الطائرة تتغسل أكتر شوية واحنا يمكن لسه نهاردة عاملين غسيل لطائرة النادي الأهلي بكرة إن شاء الله الغسيل امتى النهاردة تتغسل النهاردة بس مش بكرة بقى خلاص بقى بكرة بس فيما أقول النهار يعني يكونوا قصد طلعوها جمان إن شاء الله وقلتلي حضرتك فكرة التباعد الاجتماعي داخل الطائرة مختلفة في الأرض يعني مختلفة على الأرض غير الطيران إن انتو لما بيجي مثلا بكرة هنشوف المنظر ده هنصوره يعني إن شاء الله اللاعب هيكون قاعد مش جنب جنبه هاي هيبقى الكرسي اللي جنبه لازم هيكون فاضي العدد اللي على الطائرة بكرة ما هواش كبير قوي فبالتالي فيه ناس هتستمتع بيبقى عنده كرسين اللي جنبه بس دي تكليف ضخمة برضو شوفي حضرتك التعامل مع النادي الأهلي يستحق إن إحنا ناخد بنا من بعض الأمور حتى لو هتكلفنا إحنا اللاعبين ده راحين في مهمة وطنية وليس أقل من إن إحنا نساعده وإحنا اللي إحنا عملناه وفي جميع الرحلات أفتكر إنه برضو يعني جائحة كورونا خلت الكل يتعامل بطرق مختلفة في النظافة في الإجراءات في التعقيم فزي ما حضرتك كنت تتكلم فده كمان بيرسع على الركاب من أي يعني من أي نوع يعني مش بس على بعثة النادي الأهلي ده صحيح إحنا الحقيقة بنطلب من كل ركابنا إنهما لما يخش الطيارة يبقى لابس الكمامة بنديره فوقها الكمامة بنديره كمامتين آه كيس فيه كمامتين وجوانتي وغطراس وجل فإحنا بنحاول نساعد الناس إنها تلتزم وبندفعهم طبعا للالتزام بإنه هو يبقى لابس الكمامة على الطيارة وبناخد بالنا جدا زي ما حكيت لحضراتك إنه لما بنقدم أكل في حالة التباعد الاجتماعي مايبقاش اتنين جاعدين جما بعض واحد بيأكل واحد لابس الكمامة لحد ما ينتهي تانية خلصوا اتنى راجعين نعمل العكس عايزة حضراتك توجي كلمة بقى للجمهور النادي الأهلي والناس المنتظرة المباراة دي بفرغ الصبر يوم السبت الجاي تحب تقول إيه النهاردة أستاذ حسين الحقيقة أحب أقول النادي الأهلي إن شاء الله ربنا ينصروا بإذن الله في مهمته وأطلب من جمهور النادي الأهلي إنه يدعو بالفوز إن شاء الله لنادي الأهلي وأقول لجمهور النادي الأهلي انتظروا إن شاء الله كمان Air Cairo إن شاء الله في البطولات والمباراة القادمة إن شاء الله مع النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله من هنا للمغرب خمس ساعات ونص خمس ساعات ونص في مفاجآت ممكن تكون داخل الطيارة في الخمس ساعات يعني لازم أكيد مجاهزين برنامج معين للفريق خليها مفاجآت أنت ما تقول لنا واحدة من المفاجآت لا خليها مفاجآت خلينا بخير في الإعلانات ليه ذا حضرتك في قناة النادي الأهلي لا إن شاء الله هلقوا ترتيبات كويسة قوي إن شاء الله بقلنا ثلاث أيام بنجهز الطيارة وشهرين إن ما كانش أكتر ونسعى لهذا اليوم لعملات الشراكة إن شاء الله اللي جاي أحسن متوقع فوز النادي الأهلي بإذن الله بمجهود اللاعبين ومساندتنا اليوم ودعاءنا وبفضل الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ حسين شريف رئيس شركة آير كايرو المسؤولة النهاردة عن تنظيم الرحلة بعتت النادي الأهلي للمغرب اللي هتستمر خمس ساعات ونص من هنا اليوم السبت هندعي وأنا دايما بقول إن إحنا حتى من وقبل ما تحسم لقب الدوري أنت عينك على المغرب وعينك على البطولة الأفريقية فإن شاء الله يا رب تكون فتحة خير بإذن الله إن شاء الله ويبقوا شنا حلو عليهم بإذن الله إن شاء الله بشكرك جدا وبشكرك على مجهودك وحضرتك طبعا على رأس القيمة وعلى رأس شركة آير كايرو بشكرك جدا واشكر لنا طاقم الطيران وطاقم الضيافة اللي أختير بعناية زي مؤسس حسين كان بيكلم دلوقتي ليرافق بعثة النادي الأهلي بشكرك أنا بشكر حضرتك وبشكر كل الزوملة وبشكر زمالي في آير كايرو اللي هم عملوا المجهود إن شاء الله النادي الأهلي يشوفوا بكرة بإذن الله هنشوفوا كل جمهور النادي الأهلي هيشوفوا وهيتبعوا بإذن الله بشكرك جدا شكرا جدا لسه البيت الكبير مستمر مع حضراتكم بعد الفصل